تخصصك في الشريعة و في وصول الدين كتابه سنة كيف هو التخصص السنة و علومها السنة و علومها في المرحلة الثانوية كنت تخصص علمي في زيارية في زيارية قلت لك متناقل كان في إرهاصات لهذا التخصص لا ما كان يخطر في بالي مطلقا أني راح أتجه لهذا التخصص ولا في أحد قال لك يوم من الأيام كذا ترى ممكن ممكن تتخصص السنة واللوقي سوف أرفض إذا أذهب معلم دين سوف أرفض لا أحب التعليم لكن تربية إسلامية لم تكن في بالي الرياضيات والفيزياء بشكل أكبر لكن لو جاءك واحد قال لك أنا رأيتك رؤية ممكن أنك تقول الأثار هذا حدث لكن هذه الرؤية كانت مبكرة جدا في المرحلة متوسطة رأيت في مير النام كأن فيه قبر و على شفير القبر كفن و فيه شخص بدفون شخص لي يدفن فقلت أريد أن أرى كان الرسول سلم فكنت أريد أن أرى أن أرى الرسول سلم قبل أن يدفنونه قالوا لك أنه هذا إيه أن الرسول ما كان إلا أنا و هذه الجثة بس فيه واحد قال لي من الذي قال لي ما أعرف فكشفت الغطافة إذا به وجهي داخل الكفن فخفت جدا و كان أخوي اللي صار مني بغرفة وحدة و البرح نايمين حين ناس ما غاني و حالتنا حال و أمورنا فقلت له والله خفت رأيت رؤية كذا 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 حلمت و كان الهجز عندي أني راح أموت يعني ما هو شيء آخر فقل لي أنفع بك الله بالسنة ما مسكت نفسي من فضلك أنفع بك الله بالسنة أنا وين والسنة وين لكن فعلا حدث هذا الشيء لكنه كأرهاصات الانتقال ما كان في المرحة الثالث ثانوي أو الثاني ثانوي بدأت أنظر لأنه لا بد يكون صناعة أثر في الطلاب و ما في شيء يعني أتوقع أنه له تأثير أكثر من القيم و حبيت التديم بشكل كبير أيام حرب الخليج و توجهت هذا التوجه فدخلت هذا المجال و قاتلت دونه يعني كان فيه رفض أسري و رفض من الناس القريبين من المؤثرين في حياتي يعني ما كان محرام عليك من تخلص في زي رضيات تروح تربية الإسلامية كان و بعد تربية الإسلامية بالكلية بسكاكل لماذا تغربوا لماذا تدفع فلوس على هلك و مصاريف و خط و تعرضوا